خلينا أقول بعض النقاط المهمة عن الصليب أو على الصليب نرى عدة أمور أولاً قوة الرب يسوع على الصليب بالصليب مكتوب جرد الرياسات والصلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه ظنت الشياطين أنهم قضوا على يسوع المسيح ولم يعلم الشيطان أن بالصليب جرده فضحه يعني كسر أنيابه يعني فعلاً ضربوا الضرب القاضية في الصليب جردوا يعني لغة عسكرية من النياشين من الميداليات وخلاه مجرد يعني مفضوح أمام العالم الشيطان مفضوح ثم أحباء على الصليب نرى عمل الفداء الكامل سبب الخلاص يعني حتى أعجب شيء وأنا بدعوك أنك تشوف الحلقات فوت على السوشال ميديا بحلقات اسمها عند الصليب والأشخاص اللي تقابلوا مع يسوع المسيح عند الصليب في صلب المسيح زوجة بلاطوس آمنت قائد المئة اللي حكم يعني اللي صلب وأشرف على صلب المسيح آمن إذ قال بالحقيقة كان هذا الإنسان باراً هذا الإنسان ابن الله ثم اللص التائب في آخر لحظات حياته وهو على الصليب نال الخلاص إنه قوة عمل الصليب عمل الفداء هذا الخلاص الكامل فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضاً الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادلاً لله لكنه أخلى نفسه آخداً صورة عبد صائراً في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله وعطاه إسم فوق كل إسم لكي تشثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب فيسوع المسيح جاء إلى العالم طوعاً واختياراً وأسلم نفسه اختار أن يموت وهذا أحبائي إن دل على الشيء بتدل على سموه ورفعة يسوع المسيح أخلى نفسه حتى يقدم هذا الخلاص الكامل أيعقل أن الكلمة صار جسداً يهرب من الصليب اصحى وفكر معي عزيزي المشاهد وإحنا قلنا موت المسيح على الصليب هو التتميم للنبوات بحد ذاته أنك تتمم نبوات عديدة في شخص واحد يعتبر مستحيل ولكن تمت النبوات في شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر